ازيكم يا حلوين وحشتوني جدا يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم البريق هعملوا بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت وان شاء الله هنغبزوا بطريقة سهلة برضو هيطلع معنا حلو كده وهش وكمان لونه طحفة زي ما انتم شايفين كده انا عايزة بس اقوريكم قلبه من جوا لونه جميل والحشوة سهلة جدا يلا نشوف هنعمل مع بعض ازاي المأدير دي لمقدار نصف كيلو من الدقيق فهيبقى معايا نصف كيلو من الدقيق ما يعادل تلاتة كوب ونصف دقيق الدقيق اللي هستعمله النهاردة دقيق متعدد الاستخدامات كمان معايا تلات تربع كوب من المياه الدافية ممكن تستعملي اكتر على حسب نوع الدقيق كوباية صغيرة من الزبادي معلقتين كبار من اللبن البودر وكمان هحتاج معلقة كبيرة من الخميرة معلقة صغيرة من البكنج بودر وكمان معايا معلقة كبيرة من السكر ورشة صغيرة من الملح معلقة صغيرة مليانة من الصلصة اقل من ربع كوب زيت وكمان معلقة كبيرة من الخل وزي ما اتفقنا لو هنعمل معجنات او كيك لازم ننخل الدقيق كويس انا هنخلط الدقيق بتاعي بالشكل ده هبدأ اضيف عليه بقى اللبن البودر وهقلبه كويس مع الدقيق عايزة اقولكم ان اللبن البودر بيبقى مهمة جدا في المعجنات لانه بيدي طعم حلو وكمان بيدي دسامة للمعجنات بتاعتنا فما تبقوش تحاولوا ان انتوا تستغنوا عن اللبن البودر هعمل كده حفرة من النص هبدأ اجيب بقى بقية المكونات هجيب المية الضفية هنزل عليها بمعلقة الخميرة وكمان المعلقة الصغيرة البتينج بودر هنزل بمعلقة الخل الكبيرة والخل عندي هنا يعتبر مادة رفعة وعايزة اوضح لكم كمان لو هستعمل المعيارية في الزيت فهستعمل 3 معلق كبار من المعيارية زيت هضيف بقى المعلقة الصغيرة الصلصة وكمان هنزل بمعلقة الصكر وشوية الملح الصغيرين هنزل بقى البت الزبادي الصغيرة وهبدأ اقلب كده كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين معلقة الصلصة بدأت تدي للعجينة بتاعتي لون حلو قوي ولو انتم عايزين العجينة بتاعكم تبقى حامرة شوية بزيادة بيحطي معلقة كبيرة من الصلصة مليانة هبدأ اقلب بقى كده المكونات مع بعض الحد ما تدجانس هستعمل ايضاية علشان اعجن العجينة بتاعتي كويس بالشكل ده خلاص كده العجينة بتاعتي لمت هبدأ اخدها بقى على الرخامة علشان اعجنها كويس زي ما انتم شايفين كده لو حسيتم ان العجينة يبسى شوية ممكن نضيف شوية مية دفين عايز اقولكم ان العجينة دي بتبقى لينة خالص وطرية كده كانها بالضبط بتلزق في الايد تمام كده العجينة بتاعتي وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها هجيب البولة اللي انا استعملتها في العجينة وهنزل كده بشوية زيت صغيرين هدهينها كده علشان العجينة ما تلزقش فيها عايز اواريكم العجينة بتاعتي لينة جدا وطرية هغطيها واسبها تخمر وده شكلها بعد ما عد عليها ساعة وزي ما قلت لكم في فيديو دوناتس ممكن اصرع عملية التخمير باني اولع الفرن واسيبه يدفى بس يعني يدوب يبقى حرارة بسيطة وبعدين ادخل جواهي العجينة العجينة بتاعتي هتخمر بسرعة جدا على الكوينتر هنزل كده بشوية دقيق وهنزل بالعجينة انا عايز اخباطها شوية يعني اخرج الهوى منها بالشكل ده وبعدين هالمها وهقسمها ممكن ما عملش الحركة دي واني اقسمها كور صغيرة واتعمل معها على طول باني افردها وحشيها لكن انا هوري لكم انا بعملها ازاي هدي بفرادة كده وابدأ افرد بيها العجينة بالشكل ده هفرد العجينة مش عايزها تبقى رفاية قوي والعيزها كمان تبقى سميكة عايزها هيبقى السمك بتاعها ده كويس قوي هجب بقى القطاع المدورة دي او كوباية او بولة صغيرة زي ما انتم عايزين وزي ما انتم عايزين الحجم بتاعه انا شايف ان الحجم ده مناسب جدا حالما بقى العجينة الباقية دي وهضغطها مع بعض كده ولمها كويس وهجب فوتها واغطي العجين بيها علشان منشفش مني الحشوة بتاعتي بسيطة هتبقى جبنا فيتا وكمان زيتون اخدر متقطع صغير هبدأ احشي كده المعجنات بتاعتي الحشوة دي مش ليلة الحشوة دي مزبوطة جدا ناخد بالنا منحشيهاش قوي علشان نعرف نقفلها كويس هنبدأ بقى نضوم الطرفين كده على بعض وهنضغط كده على العجينة علشان تتلام وبعد كده هقلبها وافردها بالشكل ده هعمل دي كمان هضغط كده الطرفين مع بعض هلمهم مع بعض وهضغط عليهم كويس وهلفهم كده بالشكل ده بعدين هقلبها على الوش التاني الوش اللي انا قفلت فيه العجينة ده هيبقى تحت عايزين نتأكد واحنا بنقفلها انها تقفل كويس علشان واحنا بنغبزها ما تخرجش منها الحشوة وتحروق مننا البريج بتاعنا بالشكل ده كده هخلص بقى كل الكمية اللي معايا وهاخدها حطها على صنية دي الصنية اللي انا هغبز فيها رصيت فيها البريج وغطيته بفوطة علشان الوش بتاع البريج ما ينشافش هاتبها بقى على جنب المدة ربع ساعة قبل ما دخلها الفرن وفي المرحلة دي انا هولع على الفرن علشان هدهن الوش بتاع البريج انا محتاجة معلقتين من اللبن ومعلقة صغيرة من العسل ورشة صغيرة من النسق فيه بالشكل ده وهبدأ قلبهم كده خلص كده تمام وهزين الوش بشوية حبة البرقة هجيب الصنية بتاعة البريج زي ما انتم شايفين البريج نفش معايا وخمر تاني بنروح بقى كده بالفرشة هدهن انا مش عايزة الهوى بتاع التخمير يخرج بنروح خالص كده بالفرشة هماشيها على وش البريج هبدأ بقى رش كده شوية حبة البرقة ممكن رش زعتر ممكن رش سمسم ممكن رش شمر زي ما انتم حابين البريج جاهز معايا هحطه على الشبكة على درجة حرارة 180 بياخد من تلت ساعة لنص ساعة في الفرن زي ما انتم شايفين البريج خرج معايا ها ولو حاسين ان هو ناشف شوية ممكن نغطيه بفوطة لحد ده بس ما يطره ما شاء الله البريج بتاعه حلو جدا وده كان الفيديو بتاع النهاردة ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ننزله تحت تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير موسيقى